بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم في قناة مليتاري إنسكوب وعن آخر التطورات بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 18 دبابة ومدرعة أوكرانية بجانب 7 منظومات من راجمات الصواريخ وتعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فرضا من القوات الأوكرانية يذكر عزيز المشاهد أن الدبابات الروسية دخلت العاصمة كييف كما دعا الرئيس فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني لتولي السلطة في كييف والإطاحة بالرئيس زرينسكي ثاني خبر معنا وهو خبر هام جدا عن الاقتصاد الجزائري قال الوزير الأول الجزائري أيمن عبد الرحمن أن قطاع الطاقة والمناجم يعتبر محرك لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى وتسريع سياسة تنويع مصادر الدخل حيث أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إلى أنه ستصل قيمة الاستثمارات في السنوات الأربعة القادمة إلى أكثر من 39 مليار دولار منها 70% ستخصص الاستكشاف والتطوير لا سيما تحسين معدل الاسترجاع وأوضح الرئيس تابون في ذات السياق إلى أن جزائر تعكف على وضع استراتيجية وطنية لتطوير الهايدروجين بما في ذلك الهايدروجين الأخضر من أجل الاندماج الكامل في الديناميكية العالمية كما تعهد الرئيس تابون ببناء اقتصاد جزائري قوي ومتنوع حفظ الله الجزائر وتحية جزائر اشتركوا في القناة